طب انا بس عايزة توقف عند المباراة دي في حاجة احنا كنا امناء مع جمهور النادي الاهلي في عرض وضع فريق كرة اليد فريق كرة اليد لما قلنا لحضراتكم انه النادي تبنى استراتيجية هي الاصعب وهي الاشق هو بناء فريق شاب صغير يكتسب الخبرات مع الوقت يستطيع حصد البطلات لأطول وقت كان ممكن النادي الاهلي يختصر الطريق دور على نجمين تلاتة يدفع فيهم ارقام كبيرة ونادي الاهلي قادر على ذلك ولكن النادي الاهلي اخترت استراتيجية مجلس ادارة نشاط رياضي استراتيجية تحترم ومع ذلك النادي الاهلي استطاع خلال السنة اللي فاتت يحصد بطلتين وانت بتبني فريق دايما اللي عرفوا ان انت بتبني فريق ما بتحصدش بطلات تقعد شوية وانت بتبني فريق حتى في كرة القدر منشوف الدولة الانجليزية منشوف هنا منشوف هنا الفرق اللي بتقدر او اللي بتخش على مرحلة بناء ما بتكسبش بطلات مع ذلك النادي الاهلي نجح يكسب بطلتين بطولة الكأس السنة اللي فاتت وكانت من المنافس النادي الزمالك وبطولة كأس الكؤوس الافريقية اللي كانت في المغرب وفاس بيها النادي الاهلي